مدينة بوسعدة مشهورة بالموس البوسعدي الخنجر البوسعدي أو الموس البوسعدي واحد من أهم رموز مدينة بوسعدة فهو سفيرها في المناسبات والمحافل وهي شرفته بحمل اسمها فالخنجر البوسعدي تعد فكرة كونه يادات يستعملها سكان منطقة فيما سخر لأجله إلى علامة مسجرة باسمها عند رجو ضمن تراثها المتوارث عبر الأجيال وحاضر في الكثير من مناسباتها أبرزها عد الأضحى والأعراس حيث يكون من أهم أدوات النحري والسلخي ولا تتم العملية إلا به مدينة بوسعدة تتميز بعدة أشياء مثل الموس البوسعدي، المهراس، القصعة، المنديل، الطبق ومن أهم هالموس البوسعدي اللي رحم يزورنا على جالو من 48 ولاياء الموس البوسعدي يعتبر من أقدم حرفة في مدينة بوسعدة ولذلك يسموه الموس البوسعدي عصارة عن مدينة بوسعدة الموس البوسعدي وجد رواجا تعد حدود بوسعدة إلى باقي مناطق الوطن لتميزه بحدة شفرته وجودة صناعته باعتباره صناعة يدوية ممزوجة بلمسات فنية من خلال النقش عليه بزخارف متنوعة وخصة الموس البوسعدي معروف جدا يعني عبر زمن وموس له ميزة خاصة ميزة خاصة في الشكل، ميزة خاصة في الصنع، ميزة خاصة يعني حتى الصانع للموس الجدودنا وآبائنا كان الموس يقعدوا فيه تقريبا ثلاث سوايا لأنه يخدموه بالنار، يسخنوه، ويخدموه بشوية، يطرقوه كما نقوله ويختلف الموس بسعدي في الماتير الحديد، الحديد كان الماتير تعلينام الله ما رسول، وكان شريمة، الباسكو الشريمة هي الميور في الماتير الحديد الشريمة هي المبرت المضع إليه حرفي هذا النوع من الصناعات التقليدية أضحى يعدون على أصابع اليد الواحدة على مستوى المدينة لقلة تسويق هذا المنتوج ورغم الوضع الحالي إلا أن الموس البوسعدي ما زال يحتفظ بمكانة كبيرة لدى الكثيرين عبر تراب الوطن فهو يسوق كأفضل هدية لمن أراد أن يأخذ تذكارا من المدينة